طريق التنمية الذي من المؤمل الإعلان عنه قريبا سينطلق من ميناء الفاو مرورا بتركيا وصولا للطرق البرية والسككية بأوروبا المشروع الذي من المؤمل أن ينتهي العمل به بعد خمس سنوات سيكون ذا مردود مالي يصل إلى أربعة مليارات دولار سنويا ويوفر أكثر من مائة ألف فرصة عمل بمرحلته الأولى وسيشمل المشروع خطين الأول سككي ذهابا وإياما والثاني طريق بري للعجلات هذا المشروع عبارة عن خط سكة حديد مزدوجة تعمل بالطاقة نظيفة بالكهرباء بطول 1200 كم إضافة إلى إنشاء طريق بري للشاحنات والسيارات بطول موازل طول خط السكة أتمنى الحمد لله شكرا للمراحل الدراسة الأولية والنهائية واختيار المسارات لهذا الطرق للسكة الحديد والطريق البري والآن في مرحل التصاميم الأولية لخط السكة الحديد وأتمنى التفاوض لتصاميم الطريق السريع وسنبدأ قريبا بالتعاقل مع نفس الشركة الإيطالية المصممة للمشروع بإنجاز التصاميم للسكة الحديد والطريق البري وإلى جانب اختصار الوقت والأموال بهذا الطريق فأن حقيبة كبيرة من المشاريع الاستثمارية سوف يكون لها الحظ الأوفر مع المباشرة به ستعزز من تواجد الشركات العالمية وتزج بآلف شباب العراقي بفرص العمل التي سيوفرها هذا الطريق وسيخلق فرص عمل كبيرة للعراقيين والكل فقد تتساوت تصل 17 إلى 19 مليار دولار واستشارية شركة إيطالية جانب العراقيين سيقدم كثير من الخدمات للعراق تحقيق دخل آخر للعراق عبر هذا الطريق وموقف سيادي للعراق سيكون لأنه يختصر الطريق ربما أكثر من 10 إلى 15 يوم عن الطريق القديم وسيشهد العام الحالي الإعلان عن تنفيذ طريقة تنمية خلال مؤتمر إقليمي يُعقد خلال الأيام المقبلة عباس نعم العراقية الإخبارية بغداد